مودرن فيوتشر أو مودرن سبورت بالمسمى الجديد الله بطون لبقى يا جماعة مودرن سبورت هتشوف الهدف عشان نتكلم عنه عشان طبعا الناس أو كثير من الناس حملوا محمد الشنوي كل الهدف وأنا في رأيي أنه الشنوي له جزء من الهدف له جزء بس أصغر جزء من الهدف أصغر جزء اللاعب رايح ومعدي وماشي وبيتمشى وبيتعزم وبيشوت ومدافع النادي الآلي بمنتهى السلبية ما فيش أي حاجة طيب أنت بتقول الكلمتين دول يا كريمة عايز تدافع مثلا عن الشنوي آه شوف أنا صريح معك جدا آه آه ليه بقى أنا يا جماعة نفسي كلنا يعني وإحنا بالحب الكرة ما تبقاش انفعلاتنا سريعة جدا بس الجنو هجيلك تاني على محمد الشنوي السلبية في الضغط مش طبيعية من اللاعب النادي الآلي مش طبيعية وفي الآخر دايما الحارس هو اللي بيشيل ودي طبعا لفتة طيبة تذكرة دائما وأبدا برحمة الله عليه أحمد رفعت ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جنته بإذن الله نرجع تاني للشنوي بص يا جماعة أنا محبش فكرة إنه يبقى لعيب عظيم ولعيب عامل تاريخ ولعيب مميز ولعيب عامل أفضل أداء وهوبة عشان طلع لاعب آخر أيضا جيد ومميز طب تعالي نتبح القديم تعالي نتبح القديم يا ابني ما هو ده محمد الشنوي ده اللي شال وجاب بطولات وعمل إنجازات لا ما خلاص كده كفاية على الشنوي أنا قلتها دي كتير أقول نهاردة على السوشال مال لا كده كفاية بقى على الشنوي خلاص ومصطفى شبير لازم يلاك كفاية على الشنوي كفاية على الشنوي طب يعني هو لو مصطفى شبير ما كانش يتقالك في بطولة أفريقيا كنت هتقول كده على النهاردة كنت هتحمل أصلا الشنوي خطأ النهاردة كنت هتعدهاله كنت هتعدها له طيب هون مصطفى شو بيه يا جماعة لو نزل وشارك أسان مع النادي الأهلي مش هيغلط هيغلط تيب كورتوه بيغلط مانوان ناير بيغلط أعظم حراس العالم على مر التاريخ كانوا بيغلطوا ما بحبش فكرة أنه تعالى نحمل على طول بسرعة عشل ناوي ظلم وقهر يتحمل جزء من هدف النهاردة بس الخطأ ده مش خطأ مباشر مش خطأ يتحمله بشكل صريح عكس مباراة براملز الهدف اللي دخل فيه بس الأخطأ وردة وده الشناوي شوف أنا عملا أقولك ده الشناوي بقى عشان أفكرك أنت كمشجع للأهلي افتكر كم مباراة شال فيها النادي الأهلي افتكر كم موقف صعب شال في النادي الأهلي افتكر كم بطولة جابها للنادي الأهلي مش هبه يلا خلاص اتخلص منه بقى خلاص عشان خاطر ايه بقى عندنا واحد تاني جامد وجيد ورائع مصطفى شبير طوان فيش خلاف مصطفى شبير طوان فيش خلاف